عموماً كيف سيعمل الفار خطرته أبعاده وتحديده معاً على الهاتف الكابتن وجيه أحمد هو وجيف اللحظة في هذا السؤال الرئيسية نزك هكذا كابتن وجيه نزكا بشمانت سعاد لي أهلاً بيك بشمانت سعاد لي وحشنا وبرحب بيك يا سبست italiano أهلاً وسهلاً بيك يا كابتن وجيه أنا كنت بسأل سؤال رئيس اللجنة الفنية في لجنة الحكام يا كابتن وجيه أهلاً بيك أهلاً بحضراتك أك personas انت وحشنا كنت بس على إبراهيم سؤال انت الوحيد اللي تقدر تجاوبنا عليه هو الفار ده مش أجازة بتبقى سابتة في الملعب ولا متنقلة ولو فيه تلت مطشاط في تلت محافظات مثلا الفار حيتابحها ازاي يعني عايزين نفهمها دي يا رسول عدلي طبعا ده سؤال جميل جدا بنقوله لحضرتك طبعا وكل المستنعين وكل المشاهدين حضرتك طبعا لو كان عندنا طبعا الحد الأقصى اللي يتلعب في الدور المصري هو أربع مباريات في اليوم الواحد أربع مباريات في اليوم الواحد عندنا مثلا ماتش في استاد القاهرة ماتش في كلية الحربية ماتش في اسكندرية ماتش في استاد السمعالية الأربع مباريات دول يتلعبوا في يوم واحد احنا عندنا أربع عربيات التقنية اللي بتبس اللي بتوبات تقنية الفيديو دي عربية العربية دي بيبقى جواها حكمين حكم فار وحكم ايه فار المعلومة دلوقتي وصلت اذا لو عندنا اربع مباراة او ثلاث مباراة في يوم واحد تهل قوي ان احنا بننفذ الاربع مباراة طبعا بس الاختلاف التوقيت بقى ماتش ماتش اثنين ونص ماتش خمسة ماتش سبعة ونص مثلا اه لو احيانا بيبقى فيه ماتشد كلها في توقيت واحد على اساس ان مثلا عندك ماتشين فرقتين بيلعبها على الوبوط او بتنفسه على المراكز المؤخرة مثلا وعندك فرقتين بيلعبها على تنافس على مثلا التاني التالت الاول التاني تبتلعبهم في توقيت واحد فبرضو بتلعب الاثنين مثلا الاثنين الساعة خمسة بيتبسوا طبعا بيتبسوا على قناتين ولكن من خلال برضو الحكم الفارف او الحكم الايفارف يعني انت يلزمك يا كابتن يبقى فيه فرق فيه فرق بين المباراة والاخرى ولا لو الاربع ماتشات في نفس التوقيت عندك القدرة على ان الفارف يشتغل في الاربع مباراة في نفس التوقيت انا عندي عند القدرة اللي عندي لو عندي الاربع الاربع ماتشات في توقيت واحد عندي استعداد ان انا العب الاربع مباراة في توقيت واحد لان انا عندي اربع عربيات منفصلين عن بعض اربع تطم يعني اربع تطم يعني اربع تطم بأجهزات اربع عربيات فيهم اه تقنية الفارف نفسها فيهم الاجهزة وفيهم كل الحاجات الخاصة اه بتقنية الفارف طيب استحملني بقى واحدة واحدة في غرفة الفارف جوه فيه كم حاكم موجود فيه اه حاكم فارف وحاكم ايه فارف حاكم وحاكم مساعد معاه اه القرار بالتشاور بينهم لا القرار الفار هو اللي بيتواصل مع الحكم الحكم الرئيس اللي في الملحب تمام اه الحكم المساعد الافار هو ليه شغل تاني تمام اه شغل تاني ان هو بيجاهز لاطات تانية ان هو بيحسي بالوقت الضايع اه اللي بيدي اللي هو بيستدعي الحكم اه فيه اللي بيعمل فترات الدليج كويس هو بيعد مثل بيقول له مثلا عندنا ثلاث حالات في الشوت الاولاني استغرقوا مثلا ديجتين يعني هتلعب ديجتين في الشوت الاولاني وقت بدل ضايع بالنسبة للحالات الفار بالاضافة للوقت اللي ضاع اثناء الشوت الاولاني الوقت اللي ضاع اثناء الشوت الاولاني الوقت الطبيعي طيب اثناء الشوت اللاعبين او علاج اللاعبين بالاضافة للدئتين ونصف اللي هيقول لهم عليهم الحكم الايه ظهر طيب الحكم الفار المساعد اللي جوه هيبقى معني بمرقبة الوقت والوقت اللي ضاعه والمقدر في الاستدالة ديه الحكم مرقبة الوقت يا سبراهيم واللعيبة اللي خذت الانذار واللعيبة اللي خذت الطر القرارات الادارية كلها كل الحاجات دي هو معني بيها طيب الحكم الاساسي حكم الفار الاساسي مفيش مجال في قط الفار يحصل خلاف هو قرار واحد لا هو الحكم الفار اه بيحصل اذا الحكم الفار شاف حالة تحكمية اولا يا سبراهيم طول الوقت بيتم التواصل بين الحكم الفار والحكم اللي في الملعب اللي هو التشييك الصامت انا بشيك تشييك صامت بين الحكم والحكم الرئيس اللي في الملعب احتسب مثلا ركل الجزاء اثناء تنفيذ وعمل اجراءات ركلة الجزاء دي واللعبة بتتعاد ما الاكتر من بيتأكد للحكم الفار ان اللعبة سليمة بيقوله الحالة سليمة وضلك واستقنف اللعبة تمام لو الحالة فيها مشكلة او الحالة فيها فيها حالة ممكن عايز يرجع فيها خلال الاعادة دي بيحط يده على ودنه وبيقوله دي ليه دي ليه يعني ايه اخر اللعبة اخر استقناس ركلة الجزاء تمام لو تبين لو تبين للحكم الفار ان اللعبة فيها جدل او فيها اختلاف او فيه تقديره ان اللعبة دي اه ممكن تختلف مع الحكم الرئيسي اللي هو حسبها انا في الحالة دي بقوله اه انا شايف ان اللعبة دي لا ترتكب بكلة الجزاء او شايف ان المخالفة اه مش موجودة او شايف ان المدافع نجح في لعبة الكرة تعال اشوف ايوه تعال اشوف دي اللي احنا بنشوفها كده القرار ده يا كابتن جاي من جوه ولا جاي من الحكم لا الحكم القرار النهائي قرار الحكم ايوه اوكي الاحتكام حكم الصفارة هو اللي بيطلب الاحتكام ولا حكم الفار اللي بيقوله تعال اشوف اه بص يا سبراهيم انا عادة شيء طبيعي انا كحكم فار حسب تراكل الجزاء تمام انا كحكم رئيسي قصدي حسب تراكل الجزاء هنا الفار شايف انه هو مختلف مع الحكم اه الحكم الرئيسي شيء طبيعي جدا مش هيقدر يتطمن على القرار الا لو شاف فعلا بعينه ان الحالة اللي حسبها اه لا ترتكن لراكلة الجزاء تمام عشان كده الحكم الفار بيقوله تعال اشوف اه هنا الحكم وهو جاي في الطريق وهو عشان يشوف الحالة هنا الحكم الفار بيحضر له اللقطة اللي يقدر اه يتواصل فيها معاه بيقوله الاعتبارات الخاصة بالحالة اه مثلا انا شايف ان المدافع نجح في لعب الكورة انا شايف ان العرقالة مش موجودة شايف ان المخالف اللي ارتكبت مش موجودة قلني دي عناصر بقولها للحكم وهو جاي في الطريق عشان يشوف وحضر له اللقطة تمام الكابتن اجيه للحكم لا انا بقى الجملة دي قلني دولي يا ستدعبلي فريق العمل الحكم الحكم المساعدين والحكم الرابع وطائم الفار كل ده فريق عمل واحد يا كابتن واجه صدعين الحكم كابتن واجه صدر شمان الحكم هو قائد عملية التحكيم مفهومة اذا انت افهم من كلامك ان الفار ده رأيه استشاري ولا رأيه بقى اترامى ان هو بيثبته الحالة يقول له ما ينفع يعني انا ممكن اروح اشوف الحالة واختلف مع حكم الفار في تقدرها ايوه يا فندم ايوه يا فندم قبل المساريب دي كلها لازمتها ايه بقى لا يا فندم كابتن عدلي يا حضرتك ان انا عايز اوصل للبقة وعايز اوصل للقرار الصحيح يعني فيه فيه بعد الحالات الكثيرة جدا يا فندم فيه لعيب ارتكب مخالفة وحالة طرد ولم يطرس ولم يعاقب عليها وتعاقب لعيب ثاني عشان كده من ضمن البرتوكول اه بتاع بتاع تقنية الفار اربع حالات اه حالات تسجيل الاهداف لهدف صحيح او لا حالات احتساب لكلات الجزاء صحيح او غير صحيح حالات الطرد وبالاضافة لحالة الرابعة حالة تحديد هوية اللاعب يعني مثلا في ماتش اه الزمانك والترجي اللي اللاعب اللي مشك الانتشيرت بتاع الحكم مش هو اللي الطرد لو لو انا عندي فار او فيه تقنية الفار في المباراة كان الحكم الفار يستدعي الحكم ويقوله اللي ارتكب المخالفة اللاعب رقم ثمانية مثلا مش اللاعب رقم ست كل دي بتوصل للحقيقة وبعدين بتطمن مش مهندس على القرار اما يكون عندي مثلا ركل جزاء اما يكون عندي انا احتساب اه احتسابت هدف وبداية الابي دي بداية الهجوم القبل احراز الهدف اني لاعب زميل اللاعب المرتكب زميل اللاعب اللي احرز الهدف زميله ارتكب خد القرى بفاول خد القرى بفاول في بداية الهجوم فهنا انا بشيك على بداية الهجوم وبشوف الحالة التحكمية اللعبة لو وصلت وجهة جونس انا بشوفها مرة تانية كحكم فار وبتأكد وبقوله اللعبة انا شاف انه لعبة فيها كاول بداية الهجوم احنا كده احنا كده كابتن وجيه انا فاهم فاهم ان الفار حيساعده انه يؤكد له على قراره بس انما عندما يختلف مع قراره هيبقى فيه هنا الفيتو مع الحاكم تمام هنا المشكلة هنا بص كابتن انا دلوقتي احتكمت الضربات الجزاء التركحية فانت قلت عايزين نقول او حتى ضرب الجزاء في الوقت في سياق المبرى فانت بتقول ان الفار بيشوف هل احكام تطبيق تنفيذ ضربة الجزاء نفذت صح ولا غلط انت عايز تفهمني ان انا الحاكم حيروح للفار بعد ما يحسب الجود يقول اصل اللعيب اتحرك اصل فيه واحد دخل المنطقة فحيلغي وبقابلني شوان تعالي خلي بقى الحضرتك اليمكنوية الفقرة اللي انت بتتكلم فيها دي هي الفقرة في غاية الصعوبة حضرتك لان هو ما انت مخلي رأيه استشاري عشان هي صعبة يقول لك الرأي الضار في الحاجات ركلات الجزاء بيقول لك ان التحرك الواضح ايوا بصرف النظر يا كابتن يا كابتن جيه لما تحول رأيه استشاري وانا بقول لك اهو اتحرك اهو في الدور الانجليزي فيه ضرب الجزاء تعادت مرتين هتجي تقول لي رأيك استشاري وانا وانا راجل عايز اشتري دماغي هروح ابوص واروح حاسب الجوة ما هو في النهاية الحكم سيد الملعب يا سيد القوية يا كابتن يا كابتن بشمان سعد لي بعد إذن حضرتك بشمان سعد لي الاولا مين حكم مين حكم هيروح يشوف حالة حكمية اه وهو القرار قدامه والقرار بيقيد قرار الحكم الفار وهيصمم على رأيه واعتقد ما دي حد هيعمل كده لان اللقطة دي هتطلع للجمهور اللقطة دي هتطلع للشارع المصري اللقطة دي هتتنقل لا 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 يعني عايز تقول لي ده خارج الملعب فبالتالي اللقطة دي هتتعيني ان حد يامر يجازف اه طبعا ويصمم على رأيه مدام في حالة تحكمية ده بالعكس اممكن الفار هو اللي يعفيه من الحرج وهيدي له فرصة انه يتراجع عن قراره ايوة ده 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 احنا لو افترضنا ان كل الناس هتتصرف بحسن نية اه وان هي عايزة فعلا توصل للحقيقة لكن ساعات المكابرة اه ما هو المكابرة هي اه اهول لك حاجة ما ديك مسأل واضح ما ديك مسأل واضح اه هو ماتش اللي قالي والترجل سنة اللي فاتت مش الحكم راحش اه شاف الفار ورجع اكد على قراره ورغم هذا تم انتقاده حتى في الاتعاد الافريقي ام يعني يعني ليه ما اتقلش ساعة تاني الحكم متأكد من قراره وانه هو رأي الفار ده اه بس المهنفذ قراره بالنسبة للحكم بتاع السنة اللي فاتت ماتبين شرفية اه هنا هنا الحكم اه الفار قاله على على رؤيته للحالة التحكمية هنا مهدي راح شاف اه الحالة التحكمية وهو من وجهة نظره تأكد ان القرار بتاعه صحيح ام فرجع اكد قراره قاله لا انا شايف ومن خلال الرؤية اللي انا شفتها برضو دي انا شايف وجهة نظره شايف ان القرار صحيح واحتسب القرار الفني اللي هو حسبه تمام كابتن فعنشت كده انا بقول له حضرتك اه اوكي اوكي جدل هيفضل مصار بس في النهاية حاكم الصفارة هو سيد الملعب هل هل في حالات معينة تبقى لقرار الاتحاد الدولي طبعا هل في حالات معينة هي بس اللي بيحتكم فيها للفار اه طبعا اسفراهيم اللي هي باختصار البروتوكول البروتوكول اللي هو قائم على تقنية الفار اولا اهم اهم اربع عناصر فيه للهدف سجيل هدف صحيح او لا تمام ان هدف اللي جده الحاجات المهمة تمام تمام الثاني احتساب لك للجزاء صحيحة تمام او جير صحيحة اللعبة فيها ابنالت ولا ما فيهاش تمام ايوه طبعا حالة الطرد لعيب الطرد طرد مش الانذار الكرت الاحمر فقط اه او او لعيب ارتكب مخالفة استوجب الطرد اه والحكم ما حسباش فبالتاني هيرجع للفار ويقول له اللعبة ده استوجب الطرد الحاجة الرابعة وهي الاهمة برضو وهي مهمة برضو من ضمن الاربعة ناصر استحديد او لعيب يعني ما انفعش وجيه اتكب مخالفة استوجب الطرد اه اديت ادو حد دي لأستاذ ابراهيم اه قطل له ده استاذ ابراهيم وسيب وجيه لأصمه اتكب المخالفة الطرد لكن الكرت الاصفر تتكب الهوية عنصر مهم جدا الكرت الاصفر وبقية القرارات كورنر او تفاول مش فاول لا ده فيه حاجة كل ده مش مش داخل كورن لا هي اوما دول الاربعة دول الاربعة دول الاربعة كبتن وجيه اه نعم نعم فيه حاجة هي تلت اربع الجدل فيها التسللات يعني هي مش موجودة في الاربع حالات دو لا الهدف صحيح التسلل يا استعد لي التسلل عبارة ايه اصفر عن هدف ولا لا التسلل ان انا كحكم مساعد اه بمجرد ما يكون فيه حالة فيها شكل تسلل بروح انا انا كحكم مساعد بقول للحكم الرئيسي دي ليه يعني انا شاكك في حالة تسلل وبكمل اللعبة اللعبة دي لو جات جون انا انا كحكم مساعد برفع الراية انا الحكم بيرفع على تسلل مجامل كورة شاطت ودخلت الجون الاول برفع على تسلل وبعدين بحتكم للفار لو الفار اكدني ان التسلل غير صحيح بقول للحكم المساعد نهزل واحتسب الهدف طيب فيه حاجة بقى حاجة حاجة بقى بالعكس تسلل ده مزبوط انا برفع على تسلل وبقى ايض قرار حكم المساعد طيب فيه حاجة بقى الفار مش هيعرف علاجها اقول لك ايه في التسلل طب يا فاني حسبت علي تسلل وهو مش تسلل وانا كنت منفرد بالجون حتصلحها لي ازاي دي بقى ما يا شوان تساعد لي مع التعليمات اللي راحة للحكام المساعدين التعليمات اللي راحة للحكام المساعدين دلوقتي بيقول له اتأخر اتأخر في رفع الراية هنا يبقى قصور في الحكم المساعد يبقى الحكم المساعد هو اللي ما تبقاش التعليمات يعني 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 انت دلوقتي اتأخر في لعبة فيها شك اتأخر في رفع الراية او ايه اقول للحكم في دي ليه يعني انا شايف ان الحالة ممكن تحتمل تسلل او غير تسلل يسيبها بقى لما تنتقل انا بقول دي ليه بكمل اللعبة لو اللعبة دي جات جون يبقى انا ما حرمتش المهاجم من احراز الهدف الله ينور وانا برجع الاحتكام الفار كده الله ينور لو اكد لي صحة الهدف بحث الجون لو اكد لي ان اللعبة تسلل بحث بالتسلل الله ينور اكد ان وجيه عندنا حكام كفاية لغرفة الفار عندنا ان شاء الله 54 حكم بتخصصاتهم واخدين الرخص عندنا 19 حكم وعندنا 18 حكم فار وعندنا 17 حكم ايه فار في حكام مختصين في حكام مختصين فقط كحكم فار ولا ممكن نلاقي حكم الصفارة في مباراة هو اللي جوه الفار لا كل واحده معه رخصته يعني في واحد معه حكم صفارة فار ده بتاع السنتر ولو ما خدش اي رخص من الاتنين التانين يبقى مش هيلعب برج صفارة بس لو خد الرخصة الفار يبقى ممكن يلعب فار ويلعب حكم ممكن يلعب الفار في عبه كمان يا رب الفار ما تحولش لفيروس لا ان شاء الله بإذن الله لا رب احنا نتمنى فهي تجربة محتاجة الكل يدعمها والكل يسندها واتمنى على استوديوهات التحليل بكل ما فيها من كبات ونجوم كبار الكل يساعد في ان الناس تلتزم بالقرار ونحولها الحالة من الجدية شوية هو فيه بس سؤال انا فهمت منه دلوقتي كابتن وجيه كابتن وجيه هل دلوقتي انا لما في لحظة التداول اللي بين الحكم والفار خلاص اي يا فانت وانا بفرج الحكم على اللقطات ده هيتعرض على شاشات الملعب في ساعتها ولا لا 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 انت بتقولي الناس هتشوف الناس هتشوف القرار اللي هيطلع من حق من حق انا بقى على الاشارة على الاتفاق اللي خده الحكم يعني الحكم حسب ركل الجزاء وبعدين انا كحكم فار وقتله انا شايف بختلف معاك في القرار وبحضر اللقطة اللي انا شفتها تمام اه من خلال رؤيتي فبجيب له الحالة التحكمية دي وبقول له اعتبارات ركلة الجزاء واحد اتنين تلاتة يشوفه على المونتور اللي في الملعب يرجع يشوفه في المونتور وبأكد له ان الحالة دي واحد اتنين تلاتة واعتباراتها تمام الحكم هو بيرجع اوكي يشوف اللعبة يستحيد ان انا اقدر اشوف قرار وقرار صحيح واصمم عليه لغير صحيح لان الحالة دي هتتعرض على الشاشات وكل الناس هتشوفها هل الحكم هتتعرض ما دي بس كلمة هتتعرض هو هتتعرض على الشاشات دي اللي بيتكلم عليها المونتسعد يعني يقصد وده بيتفرج اكيد القناة اللي نقلها تقعد تعيد لا لا بيشوفها لا بيشوفها قدام المينتور دلوقتي كده اللي حضرتك عرضه قدام المينتور دلوقتي وبيجيب له الحالة وبيتأكد من قرار وبيقول الحكم المساعي بيقول الحكم الفار طيب سؤال فاني انا وجهة نظر شايف ان ان تمام 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 ان الموجودة ركل الجزاء وانا وجهة نظر شايف ان المخلفة موجودة والعرقالة موجودة من فضلك شكرا وفي الحرايح مأكد قراره حسب ركل الجزاء لو اقتنع بقرار حكم الفار وتأكد ان قرار الفار صحيحة والمخلفة الصورة يا كمت الصورة يا كمت مش موجودة ابقى انا برجع وبحث القرار لحكم الفار لان انا اهم حاجة وزاعتها يعرضه الوصول للحقيقة طيب اللقطة اللي حكم الفار هيتفرج عليها هي نفس اللقطة اللي القناة نألاها ولا بيدي له صورة من كاميرا اخرى ممكن يكون ما تعرضتش على الشاشة لا ما مش ما فيش ما فيش ما فيش لا طب تتعرض يا السيد سراهيم اصلا اصلا ما فيش يا كابتل يعني بياخد من شريط المباراة بياخد من شريط المباراة الحكم الفار بتبقى عنده ثلاث ثواني بعد اللعبة دي لا لا اقصد هو بياخد من شريط المباراة ولا ممكن ياخد التصوير من كاميرات اخرى غير اللي الناس شافتها لا شريط المباراة طبعا شريط المباراة تمام طيب اخر سؤال بقى يحسم الموضوع ده عشان ندرك قيمة الفار هل يمكن استئناف القرارات بعد نهاية المباراة استنادا اه الى الفار يعني يبقى احد وسائل التظلم على نتائج المباراة اه اعتقد ده اه سيد عدلي ما اعتقد دي الى امكن الايفاب لم يتطرك لهذا الموضوع ولكن انا اعتقد ده الكلام ده مش موجود اه انا القانون بيعتبر المباراة انتهت مع صفارة اه لان ده قرار فني قرار فني بياخده الحكم صحيح او او طاقم الفار لان كله فريق عمل واحد تعتقد ان محدش يقدر يطعن عليه بدليل ان الحكم بياخد بيحسي براكل الجزاء وبعد كده بتباني ان هي مش راكل الجزاء صحيح ومحدش بيقدر لتعن على قرار الحكم لان القرار الحكم اللي بيشوفه قرار نهائي بالاذاء لو رجعنا لهدف انرامه في ماتش الاهل والتراقي بالايد واضح جدا قدام الناس كلها اه ومحدش رجع خد القرار انا اعتقد طب بقول لك يا كابتن قرار الحكم نهائي حكمنا حكمنا اتدربوا كويسة كابتن نعم فاند اتدربوا كويس حكمنا تمام الحمد لله الحمد لله كان اه 35 يوم كان فيه من 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 18 ساعات في اليوم شغل كبير جدا ان شاء الله باذن الله تمنى نجاح باذن الله كون نضافة ونجاح ان شاء الله يسهل المهمة باذن الله كل صريع العمل اللي قد دوره في هذا الموضوع بالتوفيق والف مبروك البداية وكلنا دعمين للفكرة وللتجربة وان شاء الله تساعد في اخرار العدالة كابتن بنشكركم على المجهودة نتمنى التوفيق عشان يبقى الشكر على التوفيق ايضا ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا لك يا سبري شكرا لكابتن وجيه أحمد رئيس اللجنة الفنية بلجنة الحكام الرئيسية